معنا عبر الأقمار الصناعية من درعة مراسلنا محمد الحوراني مرحبا بك محمد إن كنت تسمعني تفضل الهواء لديك لتطلعنا على آخر التطورات في درعة وريفها نعم أحمد مساء الخير ما تزال عمليات النظام السوري والميليشيات الموالية له بعمليات القصف المدفعي والجوي على أحيان درعة البلد ومحاولة تقدم في مخيم درعة وفي حي المشجد لكن كل هذه المحاولات باعت بالفشل اليوم سقط قرابة العشرين صاروق فيه على أحيان درعة البلد القتهاق الميليشيات وقوات الأسد المتواجدة في درعة المحط وفي منطقة سجنة أيضا كانت هناك محاولة قوات الأسد أيضا أن تقدم من جهة مخيم درعة باتجاه حي طريق السد الذي أعلنه مجلس محافظة درعة اليوم منطقة منكوبة بسبب تهجير كافة سكان هذه المنطقة بالإضافة إلى الدمار الكبير الذي حل بها بمنطقة حي طريق السد وأيضا مخيم درعة ما تزال هذه المناطق تحت مرمى نيران قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية بعد استقطار تعزيزات من العاصمة دمشق عبر الأسراد الدولي دمشق درعة قامت فصال المعارضة في الجبهة الجنوبية باستهداف هذه الارتال في منطقة نامر بالتحديد على الأسراد الدولي وأيضا استهداف منطقة خربة غزالة على الحاجز خربة غزالة أيضا تمكنت الفصال المعارضة بين تدمير بعض الأليات لقوات النظام على هذا الأسراد جديد بالذكر أحمد أن بالتزاون معاملات القصف الممنهجة وسياسة الأرض المحروقة التي أعلنها التي بدأها النظام السوري والميليشيات الموالية له منذ بداية هذا الشهر شهدت حراك من ناشطين في داخل درعة بضمن حملة تحرك لأجل درعة وهي تهدف إلى تصدق الضوء على المجازر التي تحصل في مدينة درعة والأسيمة في بلد التفص منذ يومين سقط تسع أفراد من عائلة واحدة جراء استهداف المدرسة التي كانوا يسكنونها من قبل طائرات حربية أيضا هذه الحملة كانت تهدف إلى دعم مواقف الجيش الحر في درعة الذي يواجه النظام ويمنع التقدم على عدة جبهات من جهة العيمة من جهة مخيم درعة ومن جهة حي طريق السد كل هذه المحاولات تهدف أيضا إلى نقل معاناة الناس والمدنيين الذين نزحوا من أحيان درعة البلد والذي أعلنها مجلس محافظة درعة الحرة أنها منطقة منكوبة حيث قرابة الثلاثين إلى ربعين ألف نسمة هم مهجرين بشكل كامل من بلديهم درعة البلد وحيث سويت هذه المنطقة أيضا على الأرض وهي أصبحت أثرا بعد عين نعم أحمد شكرا جزيلا محمد حوراني مراسل أخبار الآن متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناحية من درعة